أربعة ملايين يورو مبلغ ضخم منعت الجماريك الجزائرية تهريبه خارج حدود الوطن طيلة التسعة عشهرين الماضية من هذه السنة جل المهربين حاولوا نقل الأموال عبر مطار هواري بوميديا إلى أربع وجهات دولية وهي دبي، فرنسا، تركيا وإسبانيا الجماريك الجزائرية باتت تضع هذه الخطوط الأربعة تحت الرقابة من خلال تفعيل مخطط لتسيير المخاطر على مستوى المطارات فمحاولة تهريب جديدة لا تزال قائمة طالما كنا نسمع طيلة الأشهر القليلة الماضية عن عمليات إجهاد لمحاولات تهريب بلغت أحيانا أكثر من 150 ألف يورو وكد إحباط محاولات تهريب 2.2 مليون يورو عبر المحبر الحدودي الشرقي الرابطي بين ولايتي تبسا وتونس من جانب آخر، تمكنت الجماريك من إحباط محاولات تهريب مهلوسات وحبوب عبر الرواق الأخضر المخصص للمغتربين على مستوى المطارات والموانئ قام البعض باستغلال التسهيلات المقدمة من طرف مصالح الجماريك للمغتربين لذلك ويبدو أن مصالح الجماريك قد اتخذت إجراءات قصوى لتفادي تكرار سيناريوهات مشابهة موسيقى